خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي والنادي الأهلي في الكلة الطيرة بيفوز على هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة في الجولة الرابعة الدولي الطيرة دولي رايح جاي ودي الجولة الرابعة ليس ناس عشر مباراة لكن ما شاء الله العلامة الكاملة لفريق النادي الأهلي كسب هيئة قناة السويس 25-14-25-25-25 سوري 26-24 آخر شوت بطش تلعب على صالة نادي الأولمبي في اسكندرية النهاردة وبكرة إن شاء الله مع طلايع الجيش مباراة قوية مباراة مهمة إن الأهلي يأخذها عشان يستمر في بطولة المفضلة بطولة الدوري العام للكرة الطيرة هنسيب الكرة الطيرة وهنروح لكرة السلة وكرة السولة يعني اللي هي الفريق كل الناس بتدور عفري كرة السلة ما شاء الله كسبنا سموحة كسبنا سموحة 76-70 كان مطشو متأجل لما كنا بناء بطولة أفريقية كان عندنا مطشو متأجلين مطسر للتأمين ونادي سموح عدينا نادي سموحة 76-70 كانت مباراة مهمة مع إن النادي الأهلي داخل الكوارتر الرابع بفرق 11 بونت لكن لعيبة النادي الأهلي وأسرار لعيبة النادي الأهلي إن هي تقدر تعدي المباراة كانت حاجة فور رائعة طريق خيري ورجالة البسكت متصدرين الحمد لله دوري السوبر نتمناها بإذن الله لغاية آخر مرحلة إن المرحلة دي مرحلة تحصيل حاصل يعني ترتيب مراكز وبعد كده نبتدي الدوري القوي جدا في الآخر خالص بعد ما يبقوا أربع فرق بإذن الله كل أمناتنا طيبة ليهم بإذن الله نيكمله على المستوى المعهود لأن عندهم مباراة مهمة جدا مرتقبة قريبة جدا الأهلي واسموحة فين في البطولة الأفريقية في دور الثمانية مطش جاي إن شاء الله يوم الثلاث هيلعب النادي الأهلي هيلعب طلاع الجيش في نادي الجيش بإذن الله برضو مباراة قوية مباراة مهمة لازم إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يعديها عشان في طريق لدوري السوبر